اشتركوا في القناة مرحباً لكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامج محايد كغيرها من المحافظات العراقية من ناحية سوء الخدمات وتصاعد خط الفقر والبطالة وصفها رئيس الوزراء بالمدينة المنكوبة ولكنها ليست كغيرها من ناحية قوة الاحتجاج والتظاهر التحولت إلى عاصمة الاحتجاج اللا يهدأ رغم القم والعنف الذي قُبلت به الناصرية مدينة النكبات تشغل حيزاً كبيراً ليس في أرض العراق فقط بل في روحه أيضاً ونقصد في فنونه وآدابه وتأريخه لماذا كانت الأكثر قوة في الاحتجاج؟ لماذا قابلت العنف الموجه ضدها بمزيد من التحدي؟ هل هي شجاعة المصطر أم قوة العزيمة؟ ما مبلغ حلم أبنائها؟ ماذا يريدون؟ ما يقول نوابها المنتخبون عن مدينتهم المنكوبة؟ إذن الناصرية احتجاجات بحجم النكبة عنوان حلقة اليوم من المحايد مع الضيوف الكرام السيد وليد السهلاني رئيس لجنة الخدمات والإعمار السيد غايب العميري نائب عن محافظة ذيقار والسيد ناظم الوائلي معي من ذيقار محافظة الناصرية أرحب بضيوف الكرام أعزائي المشاهدين وأدعوكم لمتابعة هذا التقرير تعاني معظم المحافظات الجنوبية من تراجع واضح في الخدمات مع ارتفاع في مستوى البطالة وغياب فرص العمل وتزايد في الكثافة السكانية رغم الموازنات التي تحصل عليها من الحكومة الاتحادية وواردات البترول التي توقف صرفها في السنوات الأخيرة فمحافظة ذيقار تحتل المراتب الأولى في نسب البطالة وتكاد تكون الممول الرئيس لسوق عمال قطاع البناء في مختلف المحافظات سواء في أوقات الموازنات الانفجارية أو في فترة تراجعها فقد قدرت الموازنات التي تحصلت عليها منذ عام 2010 وحتى عام 2019 ما يقارب ثلاثة تريليونات دينار لكن سوء الإدارة والفساد بدد هذه الأموال الكبيرة بحسب مختصين ولم يترجم إلى مشاريع تغير من واقع حياة الناس في هذه المحافظة التي قدمت أكثر من 800 شهيد من مقاتلي الحشد الشعبي طيلة سنوات الحرب على داعش فضلا عن الآلاف من الجرحة ولم تجاز بما تستحق وهي المنتجة للنفط بنحو 200 ألف برميل يوميا لكنها تحمل ذهبا وتأكل عاقولا كما في المثل ومع انطلاق تظاهرات تشرين كان غضب الناصرية مختلفا عن بقية المحافظات لكنه خلف شهداء وجرحا على نحو متزايد إذ شجلت المحافظة 105 شهداء بينهما لا يقل عن 30 شخصا دون سن العشرين عاما فضلا عن إصابة وجرح 2768 متظاهرا وسط استمرار موجة الاغتيالات في صفوف الناشطين رغم ذلك بقيت الاعتصامات مستمرة في ساحة الحبوب وهي تراهن بحسب ناشطين على تحقيق المطالب التي أطلقوها بغية الخلاص من سنوات الحرمان والتهميش من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وأبدي مع سيد محافظ ذيقار سيد نظم الوائلي حقيقة يعني بالإضافة إلى ما بالتقرير من معلومات كثيرة أنا أريد أتوقف عند مستويات الفقر المحافظة ذيقار بحسب 2018 بيانات وزارة التخطيط هي الأعلى بمستوى الفقر 48% هذه حسب وزارة التخطيط وأيضا أريد أشير سيادة المحافظة إلى ما تفضل به سيد رئيس الوزراء من أن المحافظة فيها 270 مشروع متلكئ بالناصرية بسبب الفساد وسوء الإدارة متعهدا بمعالجتها قدر المستطاع أريد أكم كانية وفق هذه الظروف لمعالجة هذا التلكئ 270 هواي شاريع متلكئ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لهذه الاستضافة وأحيي من ذيقار ضيفيك الكريمين الأستاذ النائب الدكتور وليد السهلاني والنائب غايب العميري الذين هم نائبان ناشطان ضمن محافظة ذيقار بخصوص ما ذكرت جنابك عن حالات الفقر الموجودة في محافظة ذيقار هي إحصائية دقيقة يصل الفقر الحقيقة في محافظة ذيقار إلى 40 حسب الإحصائيات عن وزارة التخطيط لعام 2018 و2019 وقد يزيد ذلك قليلا أيضا وهذا ناتج عن الأسباب الكاملة وراء تردي الوضع الاقتصادي جراء السياسات المتابعة في السنوات السابقة أما بالنسبة للمشاريع هناك مشاريع متلكة كثيرة إلا أنه تم إحصائها وهي لا تصل إلى هذا العدد الذي تم ذكره 270 هناك خلل في هذه الإحصائية ولكن توجد هناك مشاريع متلكة ومن سنوات قديمة جدا تصل إلى عام 2007 إلى 2008 وبعضها 2010 عدد المشاريع منقولة عن رئيس الوزراء بخبر أريد تطيني عدد المشاريع المتلكئة وأسباب تلكؤها يعني عدد آخر تحديث لنسب الفقر في ذيقار نسب الفقر في ذيقار ليس هناك إحصائية دقيقة لعام 2020 ولكن نعتمد للنسب السابقة لعام 2018 أو 2019 وهو النسبة التي ذكرتها أنت جلابك أما بالنسبة لقول السيد الرئيس الوزراء فهي إحصائيات تقل بقليل عن هذا بخصوص المشاريع المتلكئة ولكن بصراحة هناك جهود حديثة من مجلس الوزراء الذي عقد على التوالي اجتماعين يخصان محافظة ذيقار حصريا لغرض وضع حلول حقيقية لتجاوز محنة الإعمار في هذه المحافظة التي لم تشهد إعمارا حقيقيا لسنوات الماضية عقد اجتماع في 2008 وصدر جملة من القرارات وفعلت هذه القرارات وزاد تفعيل هذه القرارات المؤتمر أو الاجتماع الذي عقد في محافظة ذيقار بتاريخ 15 من هذا العام الذي أعطى لذيقار أولوية في الإعمار وأخذت الحقيقة بمتابعة جدية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ الأمين العام أستاذ حميد الغزي تابع جديا عملية الإعمار ونحن متواصلين معه في هذه المتابعة لا طبعا الظروف التي نعاني منها هي ظروف قاسية أكثر مما يتصور البعض منذ تسنمي للمنصب منذ خمسة أشهر لا توجد أي تخصيصات للمحافظة نهائيا لم تردنا تخصيصات من المجلس الوزراء الموقع لحد هذه اللحظة بسبب الإزمة الاقتصادية الحادة والخانقة التي تعرض لها البلد جراء الظروف التي تمر به وأنت تعرف جنالك الآن حتى لواتم الموظفين دكتور السهلاني دكتور مواقع وجودك في لجنة الخدمات والإعمار أريد أن تعلق لي على المشاريع المتلكئة وعددها 270 اختلفت الآراء وهذا ممكن معالجتها إذا هي الظروف متشابهة وإحنا تكلمنا عن واقع الناصرية المتردلة يعني 40 هي يمكن النسبة الأعلى أنا عندي مقارنة رح أذكرها بعد قليل خط الفقر يعني الناس محتاجة في البدء شكرا لك وتحية واحترام وتقدير لأخ الزميل السيدنا بدكتور غايب وكذلك السيد محافظة ذيقار طبعا المشكلة الأساسية ليست في محافظة ذيقار فحسب إنما في أغلب محافظات العراق من خلال وجودي في رئاسة لجنة الخدمات وزملاء أستاذ النواب هي لمشكلة المشاريع الوزارية طيب يعني هل كلها مشاريع وزارية؟ نعم أغلب طبعا لا توجد يعني باختصار أقول لك باختصار لا توجد هناك مشاريع تابعة لتنمية الأقاليم يعني نسبة قليلة غير منجزة ولا العام الأغلب هي مشاريع وزارية والمشاريع الوزارية باختصار يشوبها بشكله آخر دلالات فساد واضحة المعالم تكرر هذا الموضوع بتغطيتنا المحافظة نينوى نفس الشي شنو مشكلة المشاريع الوزارية مساحات موجودة يدخل بها الكومنشن وتدخل بها أفراد وأطراف ابتداء من مشاريع السكن وأنت تلاحظ الآن بالعراق بشكل عام وفي ذيقار في مدخل المدينة الجنوبة في ذيقار حينما تأتي إلى مدينة تجد هناك مجموعة بيوت بالعشرات بالمئات هياكل هياكل خاوية على عرشها وانتسأل عن هذا المتجده مشروعا وزاريا وعبارة عن جملة إشكالات واردة على كل حال نحن من خلال متابعة في لجنة الخدمات والعمار أتحدث عن محافظة ذيقار بالأخص نعم مثلا فوجئت باجتماعي مع الكادر المتقدم في وزارة البلديات بحضور سيد وزيرة البلديات والوكيل الفني وجهات القطاعية مع المدير البلديات ومدير الطرق أنه مثلا مشروع ماء الإصلاح الكبير مشروع ماء الإصلاح هذا يغذي أكثر من خمسة تقضية الحمار والفود والتشبايش والإصلاح وسيد الدخين هذا محال من سنة 2007 من 2000 قلت لهم بسريحة العبارة لو كان هناك جهات معينة تراقب واقعنا بالعراق لأحصت هذا المشروع ضمن مؤسسات قنس الأرقام القياسية المفروض ينجس هذا المشروع بمدة لا تتجاوز السنة ونصف من تسأل في وقت الوفرة المالية طبعا أنا مع أخواني زملاء أستاذ النواب تابعنا جملة مشارع مشروع النهربان ومشروع ماء الإصلاح الكبير ومشروع ماء السماوة أقصد مدير السماوة ولكن فيما يتعلق في ماء الإصلاح والحمد لله يعني بمتابعتنا لاحظنا هناك إشكالات ليست هي صعبة إلا لا يعني عبارة عن بيروقراطية إدارية مقيتة ملعونة أجلك الله ملعونة يعني أرهقت البلاد والعباد وأرهقت يفترض هاي مناقع خليني أسئلك أريد أنتقل أنا أيضا للسيد النائب بس أريد أسئلك أيضا بمناسبة الكلام هذا عن قصة جسر العفو جسر ناحية النصر لأن هذا محال من 2005 وربما قبلها ولم يتم إنجازه مزيلا وأحيل المشروع لأكثر من شركة ومنها شركة حمرابي بالنسبة مشكلة أنا ده أقول لك باختصار من 2005 معقولة من 2005 و2007 ولكن بالمتابعة والمراقبة طبعا أنا عتبي علي من الجهات الرقابية النيابية التي كانت موجودة تمثل هذه المناطق والآن الآن إن شاء الله أنا أعطي عهد أعطي عهد من خلال متابعتي مع الأخوة جهات التنفيذية إن كانت المحافظة وإن كانت جهة الوزارة بأن في يوم 15-11 راح يضخ الماء إلى قضاء السيدة خين وهو مواضع قلت لك مسائل كلش بسيط طبعا هذا مشروع تقاطع الإسكان مشروع من مشاريع الاستراتيجية المهمة وهذا أرهق أهالي الناصرية وكان جزء حقيقة مجزء هذا المشروع إن شاء الله بتوفيق الله تفضلت به بمتابعتنا مع شركة آشورو الشركة المعنية بهذا المطبع أنا هو الحمرابي فعلا إحنا عدنا مشكلتنا حتى بالشركات الحكومية المنفذة طيب خلينا دكتور خلينا أنتقل سيد النائب يعني هذا هذا مو موضوع رقابي يعني وما دام مجالس محافظات ما يكون الثقل يصير أكثر على مجلس النواب يعني مو المفروض هاي القضايا يتم مراقبتها بشدة يعني من 2005 ومن 2017 والناس يعني شدة التظاهر ترى من الفقر وسوء الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولضيفك الكلمين دكتور وليد السهلاني والأستاذ ناظم الوايلي وللعراقية والمشاهدية العراقية قبل الإجابة على السؤال ذكرت في مقدمة كلامك أن ذيقار كغيرها لكن أرى أنا وكل مواطن ذيقاري أن ذيقار ليس كغيرها بل تختلف كثيراً من ناحية من ناحية الأسوأ من الخدمات الأكثر بطالة ذيقار مهملة كانت وما زالت إن شاء الله ذيقار تسمى بذيقار الحضارة ذيقار التاريخ ذيقار الحرف ذيقار الشعر ذيقار الأدب الكل يعرف ذلك في العراق وغير العراق لكن للأسف حالياً أصلحت لماذا مهملة؟ أعتقد هذا الشيء واضح حكومات محلية وحكومات مركزية قد أحملت محافظة ذيقار يعني بالذات محافظة ذيقار؟ قلت الأكثر أنا ليش الأكثر هي؟ ليش؟ يعني أكد ظروف بداخل المحافظة؟ عفوا عفوا السبب الرئيسي الحكومات المحلية السابقة أعتقد توالد حكومات محلية لم تقدم من قدمته بعض المحافظات الأخرى ولو قارننا مقارنة بسيطة بين محافظة ذيقار ومحافظة ميسان ومحافظة البصرة كان هناك الكثير من المدارس قد خصصت في موازنة 2019 لو ذهبنا إلى محافظة ميسان لو وجدنا أن أغلب المدارس أجمعها قد كمدت كذلك في محافظة البصرة لكن في محافظة ذيقار لم يبدأ بناء أي مدرسة لحت هذه اللحظة لماذا؟ الأسباب عدة أي مدرسة؟ أي مدرسة من مدارس 2019 أي مدرسة في محافظة ذيقار لم تحال لحت هذه اللحظة هذا السؤال يطرح على مجلس النوار نعم الأسباب المتعارف عليها أن هناك تظاهرات كما ذكرت في تقريرك وفي كلامك أن هناك قوة تظاهرات هذه القوة أعتقد هناك العديد من الأسباب بسبب قوة التظاهرات في محافظة ذيقار الذي تختلف عن بقية المحافظات الأخرى أن ذيقار مليونين ومئتين نسمة أو أكثر كذلك هناك الكثير من لحظة أن يقول أقل من مليونين بس عموما لا لا مليونين ومئتين ذيقار إذا عدد المقاعد يقولون مليون وتسعمية بس إذا ترجع بالتخطيط أو التجارة تلقاها مليونين ومئتين أو أكثر عدد البطالة كثير في المحافظة السوء الخدمات غيرها لذلك تجد هناك قوة تظاهرات كبيرة في محافظة ذيقار ومع ذلك لا زال إهمال يقالها ولا زال الشغل لها قليلا والإهمال يستمر عجيب نعم الكثير من القرارات التي صدرت روم أن هناك زيارة لحكومة السيد الكاظمي وهناك قد انعقد اجتماع وجلسة لمجلس الوزراء وصدرت الكثير من القرارات الإهمال مليا مرة ثانية الإهمال مليا حاليا أم سابقا الآن الآن إهمال كبير من الحكومة المركزية والدليل لم تصرف الموازنة الاستثمارية أو ما تسمى بتنمية الأقاليم لمحافظة ذيقار إلا بعد أقد الاجتماع لمجلس الوزراء وأعتقد لحد هذه اللحظة كما ذكر السيد المحافظ لم يصرف دينار واحد لمحافظة ذيقار بينما لو ذهبنا إلى بعض المحافظات الغربية وكذلك في الفرات الأوسط لو وجدت أن التمويل وصل إلى أكثر من 70% بل بعض المحافظات 90% ذيقار مولت لحتى هذه اللحظة حسب احتقادي أقل من 30% فأعتقد هذا الشيء هو المسؤول عنه الحكومة المركزية خلي أنتقل بهذا الموضوع السيد المحافظة أريد تأكيد أو عدم تأكيد لهذا الموضوع أنه الموازنات الموازنة ما صرفت الحد الآن أو أيضا موضوع الإهمال وألفت نظر حضرتك أريد تعليق على موافقة مجلس الوزراء على استثناء المحافظة ذيقار من التريث بالدخول في الالتزامات التعاقدية المثبتة في كتاب وزارة التخطيط كذا يعني أكو لكم استثناء بالتعاقد يا ري تجاوبني على هذا القضايا نعم بالنسبة للأموال التي خصصت لمحافظة ذيقار هي أموال لم تصرف لحد هذه اللحظة باستثناء عشر مليارات صرفت تم الحقيقة تخصيصها لتنظيم وترتيب وتأهيل مدن الأقضية والنواحي وبعض الاحتياجات الأخرى في مديرية المجاري لكون فصل الشتاء مقبل على الأبواب أما بالنسبة للتخصيصات الأخرى لم تصرف إلى محافظة ذيقار أي مبالغ أخرى المبلغ الالتزامات التعاقدية التي خصصت لمحافظة ذيقار نعم تم استثناء محافظة ذيقار من التريث في الدخول في الالتزامات التعاقدية وبإمكاننا الآن التعاقد بعد عرض المشاريع على وزارة التخطيط لغرض بيان متطلبات الإدراج لتلك المشاريع ومن ثم التعاقد الذي يفترض أن يقال بشكل واضح وصريح أن المنجز الحقيقي الذي تم تحقيقه هو المنجز في 15 من عام 2020 الذي عقد فيه الاجتماع في محافظة ذيقار وذلك بإعطاء صلاحيات لمحافظة ذيقار للتعاقد وكذلك تأهيل محافظة ذيقار بشوارحها وصيانة شوارحها وكذلك إنشاء بعض الطرق الرابطة لمحافظة ذيقار في مخارجها ومداخلها وأيضا إنشاء شارع كبير يعتبر شارع مفصلي في محافظة ذيقار وهو شارع الإمام الحسين عليه السلام إنجاز المشاريع السادة النواب تحدثوا عن مشاريع يعني معرقة يعني واحد من 2017 و2005 المشاهد للأسف يقتنع بالقدرة على الإنجاز تبقى الوعود موجودة ويبقى القدرة على الإنجاز هذا موضوع مشكك أريد تعلق لي على تحميل المسؤولية للحكومة الحكومة الاتحادية أو أيضا تعليق على الشركات العامة الوزارية مشاريع المنجزة من الوزارة صدق يعني بإنصاف 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 الحكومة الحالية لا نستطيع أن نحملها مسؤولية كل ما حدث في السنوات السابقة لأنها حكومة يعني حديثة العهد باستلام إدارة البلد أنضاء بالنسبة للحكومات السابقة تتحمل المسؤول تتحمل المسؤولية بشكل واضح اسمح لاستاذ من لطفك نعم تتحمل الحكومات السابقة مسؤولية ما آلت إليه المحافظات العراق عموما والناصرية أو ذيقار خصوصا هذا ليس التماس العذر للحكومة الحالية ولكن الأمور التي وجدت فيها الحكومة المركزية من ضائقة واقتصادية ومالية حتى متعليها أن تكون بهذا الشكل الذي هي عليه نحن نأمل أن تكون الأمور في أكثر يعني تنفيذ للمطالب بالنسبة لمحافظة ذيقار حتى تستطيع المحافظة من إنجاز مشاريحها الآن الآن ممكن القول بأنه بدأت هناك حملة إعمار في محافظة ذيقار إنشاء إنشاء الحقيقة مشاريع أو إعلان مشاريع الآن المشاريع هذه أصبحت قيد التنفيذ وبدأت حملة إعمار الحقيقة في مدينة الناصرية ونتأمل أن تكون هناك مشاريع أخرى نستطيع أن نقنع بها الشارع الذيقاري بأن هناك عمل على الأرض يرى ويشاهد طيب أنا أريد أنتقل إلى أخذ آراء السادة النواب بقدرة الحكومة المحلية على إنجاز هذه المشاريع لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين أستاذ غايب أريد تقيم لقدرة الحكومة المحلية على إنجاز أي مشاريع الآن في ظروف الناصرية كل ظروف الناصرية أعتقد بعد الاستثناء الذي تم الحصول عليه من قبل الحكومة المركزية وأن بعض المشاريع قد تم إعلانها فأعتقد على الحكومة المحلية أن تقوم بواجبها على أكمل وجه وأن يتم حالة هذه المشاريع ومن ثم البدأ بتنفيذ هذه المشاريع لكن بنفس الوقت لكن بنفس الوقت أحذر الحكومة المحلية أن تذهب إلى شركات متلكة أسادقة إلى شركات قد وضعت عليها أكثر من علامة استفهام لذلك يجب أن يكون هناك اغتيال للشركات بدقة من أجل إنجاز مشاريع تليق بمحافظة الذقار وبتاريخ الذقار أكون أسماء محددة للشركات معينة لا يكون مراقبتكم بجلس النواب نعم 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 كأسماء لا يحتاج إلى طرح أسماء بقدر ما يحتاج إلى طرح عمل هذه الشركات وين سياتنا؟ نعم المشكلة أنه الظروف الشابه يعني دائماً أكو وعود وأكو معرقلات وكأنه المعرقلات موجودة الآن هل مع الأخذ من نظر اعتبار التظاهرات والواقع المتردب الناصرية وارتباع نسبة الفقر أكو إجراءات حقيقية لإلغاء العقبات الموجودة دائماً أرى حسب تقييمي وكوني ممثل للشارع الذقاري على وجه الخصوص أرى أن لحد هذه اللحظة القرارات الحكومية المركزية ما هي إلا قرارات صورية أغلبها وخير دليل أن هناك أحد القرارات أو القرار الأول الذي تم إعلانه أن يكون هناك صندوق لأعمار محافظة الضيقار وأعتقد هذا الصندوق لا يوجد له سند لا في قانون ولا في قرار ولا في غيره أو لا في قانون ولا في دستور فأعتقد إن كانت الحكومة المركزية صادقة فعليها أن تصدق كذلك بقراراتها أن نطرح قرارات لا لها سند لا دستوري ولا قانوني فهذه مشكلة يعني يكون العمل جاد ومجد وحقيقي ودقيق قصدك خلي أنتقل للدكتور السهلاني أيضا أريد أعيد نفس السؤال إنه هذه الوعود التي أطلقها سيد المحافظة قابلة للتنفيذ وظروف الناصرية هل تم تجاوز العقبات التي أعاقت المشاريع من 2017 و2005 طبعا ما يتعلق بالمشاريع بينتجنابكم الكريم هناك مشاريع وزارية أنا أريد أن أعطيك فد مختصر بسيط عن المشاريع الوزارية وكذلك عن المشاريع التي مزمع أن تقوم المحافظة بتنفيذها طبعا من خلال الطلاع يعني كجهة رقابية قطاع المشاريع المفترض الآن تنجز على ضوء الأموال التي خصصت من قبل قرار مجلس الوزراء وكما أنا أشاطر زميل السيد النائب يعني أتمنى أن تكون تلك القرارات قابلة للتنفيذ والتطبيق وليس تكون عبارة عن حبر على ورق هذه المشاريع يتفضل بأس سيد المحافظة مثل المشروع يا حسين هذا الطريق اللي يربط ما بين مجسر الإسكان لتقاطع الراية المسافة أكثر مثل 3150 متر بمقطع عرضي 60 متر أنا أعتبره هذا إنجاز كبير إذا حصل كذلك الإنشاء الثاني لهذا الشارع اللي يربط من تقاطع كذلك الذرة إلى الجانب الغربي من المحافظة أيضا هذا أعتبره إنجاز تسعة مشاريع أخرى المفترض في تأثيث المحاور الأساسية في داخل مدينة من الحي الصناعي إلى القيثارة وكذلك من شارع الجمعة وكذلك تأهيل منطقة ممر شارع الحبوبي مرورا بالحراسات ثم بعد ذلك مدينة المائية وهناك جملة مشاريع ممتازة لو فعلا طبقت على أرض الواقع هو هاي لو فعلا طبقت أنا تحضر إحنا الآن بدورنا حضرتك طرحت معوقات هاي المعوقات تم إزالتها تحرك الإزالتها على أقل المعوقات عندنا جانبين مهمين الأول هي إحنا لابد أن نقتلع جذور الفساد هاي نقطة أساسية نعرف إحنا في كل المشاريع الممكن أن تحال والآن كلامي أنا بشكل عام ليس بطبيعة حال موجه إلى جهة معينة أو لشخص معين ولكن حتى كلامي وجوز الأخ السيد المحافظ يشاطرون الرأي والأخ السيد النائب كذلك هناك دلالات في كثير من المشاريع التي تحال فيها خاصة المشاريع الخدمية فيها دلالات معينة تحتاج إلى جهد نوعي رقابي في متابعتها أنا بصراحة كجهة رقابية خاطبت المحافظة حول ستة مشاريع بكتاب رسمي وطالبت الإضاح من قبل المحافظة حول طبيعة تلك المشاريع جاك الجواب لا إلى الآن لم يرد الجواب وطبعا المشاريع جيدة وأنا كنت داعما ومساند بقوة لهذه المشاريع وفعلا لو أنجزت ولكن تحتاج إلى توضيح حتى هناك وفرة مالية ممكن أن تعطى إلى مشاريع أخرى ما يتعلق بدورنا كجهة رقابية إحنا اليوم مجلس النواب جهة رقابية تشريعية الدور الأساسي ملقى على الجانب التنفيذي ممثل برئيس الوحدة الإدارية هو السيد المحافظة وكذلك كمجلس الوزراء أقصد سيد رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء تحدثنا معه في اجتماع كممثل عن محافظة ديقار أكثر من مرة باعتبار محافظة مدينة منكوبة طيب وين دورك يا رئيس الوزراء باعتبار مدينة ديقار مدينة منكوبة ماذا كان الجواب الجواب يعني هذا الكلام تفضلت بي يعني هي عبارة عن جملة قرارات اللي هي تأكد صوريتها لا حتى تكون صريح ودقيق ومنصف يعني من نتحدث الآن نتحدث عن أمور لو فرضنا الآن هذه الإجراءات اللي حصلت بقرار مجلس الوزراء السأل قبل كم يوم طبقت على أرض الواقع وجاءت الأموال بشكل واقع وأحيلت المشاريع اللي تحدثنا عنها مشاريع تعيد رؤية حقيقة وألق مدينة الناصرية اللي تفضلت به التاريخ حضارة ثقافة أدب معرفة شهداء تطعية هكذا أمور يبقى الجانب الثاني احنا كجهة رقابية كخدمات يعني أنا بصراحة موضوع الجسر الحديد كنت يدرون كل أبناء محافظة الذقار هذا الجسر كان يعتبر كابوس إلى أبناء مدينة الناصرية لأكثر من تسعة سبع طعش سنة من الألفين وثلاثة بحيث يصير بعمليات ترقيعية حتى أصبح عبارة عن محل السخرية نعم هذا بفضل الله هم قدرنا من خلال اجتماعنا مع وزيرة البلديات والوكيل الفني وجبنا لهم أموال من وين حتى من التاجي وبدأنا بالمشروع تقاطع جسر تقاطع الإسكان الصناعي أيضا الشركة متلكة أو متعثرة ما هو التاحض دكتور أنه لازمنا نتكلم بالوعود لا لا موعد حتى أكون معك منصف أكون معك منصف بدقيقة نحن نتحدث الآن عن بعض المشاريع الآن على حيث التنفيذ نتحدث عن الجسر الآن إن شاء الله ينجز خلال الفترة والعمل مستمر به نتحدث عن تقاطع سوق الشيوخ أيضا العمل مستمر به تتحدث عن مشروع مالإصلاح العمل مشكلة الأساسية وين إحنا نحتاج إلى هزة حقيقية في موظفي محافظة بيقار يعني شلون حليني دكتور أنا فريق الإعداد سواء نستطلاح نشوف رأي أهالي الناصرية بالموضوع ونرجع نأخذ تعليقاتكم متابع عزيزي المشاهدين هذا الاستطلاح محافظة الناصرية محافظة منكوبة أب العنجل من حيث الكهرباء من حيث الخدمات من حيث الماء من حيث المجار من حيث كلش شفيت لك أنت الشركة يجل استثمار استثمارات بالناصرية ماكو شركات شغل وقت تعينات ماكو خريجين صارنا من 2006 واليوم كذا كلها تشتغل على ضوين تبيع عاطلين عندك واسطة بحيزي بصير بالعاطلين عندك واسطة بصير بالعاطلين أنا متزوج عندنا الجهال لا غاتب عاطلين لا شغل لا تعيين آخر شي يسبت عننا ما السلف ما الاستشارية تروح وتقدم بالاستمارة مسدودة إلا عندك واسطة بالاستمارة هاي ليطوب أنا أشتغل عامل بالبلدية يوميتنا سهت آلاف الريد يزودون رواتبنا يعني بني يحب الله الست آلاف ما يعيش عائلة إحنا يمنى الشركة بتروناس شركة النفط إحنا كمحافظة مستفدين منها تعال شوف حالات السرطان اللي صارت في الرفاعي تعال شوف الدخان أول شي حصة تموينية ماك عطالة موجودة عندك واسطة بالرعاية الاجتماعية أو بغير دائرة تمشي مع عملتك ما عندك ما حد بحالك شلع المواطن يريد الكمية يريد الخريج يكون تعيين هاي الأمان نحن كنا نأمل أن تكون هناك حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وأن تضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين وقتلت المتظاهرين لكن هذا للأسف لم يحصل لحد الآن مدينة الناصرية تعاني من البطالة والمشاريع العمرانية متوقفة تأمن خير بالمحافظة الجديدة وبالحكومة المحلية منذ استلام المنصب مدينة الناصرية تعاني من مشاكل كثيرة أمنية وقتصادية وكثرة النفايات والبطالة أستاذ غايب حقيقة يعني ما در بني أن أبدي يعني من أبو المواطن أو 6 ألاف فعلا يعني شركة في 6 ألاف وهو موظف زيان لو بس الشركات اللي تشتغل يعني بالناصرية تطلع من عتها فلوس وهم بس متلقين الدخان والسرطانات لو بس موضوع الواسطات لو موضوع قتلة المتظاهرين بالمناسبة هذا همياً موضوع الذي يتوقف عنده ومن حقهم أنه يتوقف عنده لأنه أكيد يتابعون وينتظرون هذا السؤال من ين نبدي نعم حقيقة حينما أبدأ أعتقد البعض يقول أنت شنو شغلك ثم مثل شعب ومثل محافظة لكن بنفس الوقت علينا أن نوضح للشارع العراقي والشارع الذقاري على وجه الخصوص بأن عملي هو تشريع رقابي وهناك عمل تنفيذي كذلك عملي قد بدأ منذ سنتين أعتقد سقوط هذا الدم لحد هذه اللحظة أكثر بسباطة على السنة هناك الكثير من الحكومات المركزية والمحلية قد يعني أوكي الغراب متراكم نعم متراكم والمسؤولية تتمدد أكيد لكن الآن يعني الآن لا أخلي مسؤولتي أن تظاهرات ضاغطة نعم لا أخلي مسؤولتي ولا مسؤولية أي مسؤول عراقي أو مسؤول ذيقاري لكن بنفس الوقت هناك نسب لتحمل المسؤولية والنسبة الأكبر تتحملها الحكومة المركزية والحكومة المحلية لأن العمل هو عمل تنفيذي هناك بطالة يجب الحكومة أن تتخذ إجراءات في هذا الشأن كذلك هناك سوء خدمات كذلك يجب أن يكون للحكومة عمل فيها هذا التراكم هو بسبب الأحزاب التي حكمت المحافظة على وجه الخصوص هناك حزب معين كان قد استلم مهام هذه المحافظة لأكثر من دولة القانون لأكثر من ثلاث دورات كذلك ودورة واحدة لدورتين عفوا ودورة للمجلس على وقتها فأعتقد عمل المحافظة حسب قانون قانون المحافظات المسؤولية تقع على المحافظة هذا تحميل هذا تحميل دولة القانون تحميل معظم نعم 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 أعتقد هذا واقع حالة ليس ضد من دولة القانون على العكس حزب وكتلة محترمة ولها جمهورها ولها سياسيها لكن بنفس الوقت هذا الواقع هناك محافظين لم يقدموا أي شيء لو أخذنا نسبة ما قدمه الأخوة المحافظين السابقين تجد أن ما قدموه لا يرتقي إلى ناحية في العمارة أو ناحية في البصرة أو ناحية في استثناء عن دقية المقارنة بالمحافظات الأخرى نعم نعم باستطاعة أي عراقي أن يذهب إلى أي محافظة مجاولة لذيقار ويذهب إلى ذيقار يجد أن ذيقار هي أسوأ محافظة من حيث الخدمات ومن حيث البطالة وغيرها فأعتقد أن الحكومتين الحكومة المركزية والحكومة المعالية نعم دورنا الرقابي موجود وقد قدمنا الكثير من الملفات سواء كان على الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية فيما يخص التلكة أو التخلف أو الانحدار الموجود في المحافظة لكن لنفس الوقت لم تكن هناك إجراءات صارمة من قبل الجهات الرقابية سيادة المحافظ سمعت الاستطلاع وسمعت الحديث عن العاطلين أنه شكوى من أنه عاطلين الرواتب قليلة جدا في بعض الأحيان يقول لك ستة الات فعلا شت كفي عائلة كفي معقولة موضوع الشركات بس أريدك تبديلي من موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين باعتبار أن التظاهر اللي هو ممكن يكون يعني مو ممكن هو بالتأكيد سببه الفقر ممكن تكون وحدة من معالجاته هو هذا القضايا طيب أنتم حاسبت المتظاهرين من واقع كونك يعني مسؤول الخلية الأمنية بالمحاقبة نعم هذا الموضوع المتعلق بمحاسبة قتلة المتظاهرين منذ تسنمي للمنصف في اليوم الأول أصدرت قرار بأن كل من صدر بحقه أمر قبض قضائي صادر من المحكمة المختصة تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بالمتظاهرين عليه تسليم نفسه إلى الجهات المعنية وبالتالي وبالتالي أي شخص صدر بحقه أمر قبض صادر من القضاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والآن رئاسة استئناف ذيقار ومحكمة جنايا ذيقار الأولى تحقق في قضايا قتل المتظاهرين وتعقد جلسات لهذه المحكمة لغرض إيجاد محاكمة عادلة تخص القتلة المتظاهرين أما بالنسبة أنه ما ينتهي يعني هذا لا زال معلق بالتحقيق وما تحقيق بالمناسبة أحد ضيوف لا وليس تحقيق وإنما محاكمة محاكمة وليس تحقيق الآن وصلوا إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنايات إجد عدد الآن المعروضين على المحاكمة يعني معناته كابت التهم عليهم يعني عدد المعروضين أمام المحاكم هي هذه أعداد تتعلق بالتصريح بالمحاكم أنا أتمنى أن أكون خفيف ببعض التصريحات التي تخص السلطة القضائية أما عن وجود محاكمة عادلة الآن يساق إلها متهمين في قضايا قتل المتظاهرين فهو أمر واقع وموجود والآن تجرى محاكمات في رئاسة استئناف ذيقار بالتحديد في محكمة جناية ذيقار الأولى أما بالنسبة للمتهمين هذا سؤال لازم أتوقف عند أحد ضيوف المحايد برنامجنا تحدث عن أنه ممثلا عن الحكومة طبعا تحدث عن أنه الشمري ما ثابت عليه شيء وتعرف حضرتك هذا الموضوع عليه لغة كثير في الناصرية برنامجنا المحكمة غيابية غيابية نعم نعم رتب عسكرية عالية وضباط موجودين وموقفين حاليا ويحالون ويحاكمون في محاكمة أمام محكمة جناية ذيقار طيب أريد أرجع بحضرتك الموضوع نسب الفقر يعني أريد خطة نعم سيد المحافظ وهو السلم المحافظة في واقع ملتبس خطته لمعالجة لمعالجة بيانات تقول أنه محافظة ذيقار بلغ خط الفقر بها أربعين بالمئة عام الفين وثمونتعش لو قارنا سليمانية مثلا واحد بوينت اثنين أربيل ثلاثة بوينت اثمانية ننتقل مثلا كاركوك تسعة النجف عشرة بس ميسان طبعا بس ميسان مقاربة زيان اثنين واربعين والديوانية اربعة واربعين حضرتك استلمت المحافظة شنو الخطة الواضحة أمام هي من كوب نعم الخطة الموضوعة الحقيقة هو التواصل مع الوزارات لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين كأن يكون الاتصال مثلا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإيجاد فرص لغرض تشغيل العاطلين إيجاد مجموعة من تشغيل الشباب عن طريق فرص تمنح لهم فرصة تشغيل الشباب تفعيل دور الزراعة في المحافظة ليأخذ حيز ذلك في تقليل الفقر مخاطبة الوزارات بخصوص الخريجين من المحاضرين المجانيين ومن خريجين الإدارة والاقتصاد ومن الإعلامين لغرض إيجاد فرص ضمن درجات الحذف والاستحداث لغرض معالجة حالات الفقر هذه كلها محاولات من أجل إنقاذ الوضع في المحافظة أريد تتوقف لعد موضوع السرطانات عدكم نسب على أنه أكو ارتفاع بسبب الشركات العاملة بالتنقيب أو غير التنقيب ونفطية وغير نفطية بالنسبة للسرطانات سرطان نعم بالنسبة لي أمراض السرطان هناك نسبة عالية للمرض في المحافظة وعلى قول أحد المختصين قد تصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة مصاب في المحافظة بمرض السرطان وهذا دفع الحكومة المحلية لغرض مخاطبة وزارة الصحة والدكتور غايب العمير دور في ذلك من أجل إنجاز مستشفى فريد من نوع في المحافظة تمت الموافقة عليه وهو مستشفى للأورام السرطانية سيتم إن شاء الله لمعالجة هذه الحالات بمبلغ إجمالي قدر خمس مليارات خلينا انتقل للدكتور السهلاني دكتور أريد مبدئيا تعليق على ما تفضل بيه سيد النائب خصوص تحميل جزء من المشاكل لدولة القانون من ناحية إنه تسلمت المحافظة لعدة فترات انتخابية ما يتعلق بتحميل الجهة السياسية طبعا كل الجهات السياسية الحاكمة في العراق هي تتحمل مسؤولية نعم ولا يمكن أن تحدد بجهة معينة طيب ممكن يكون المسؤول التنفيذي هو معني بالموضوع هذا ولكن أنا وجهت مثلا أنت سؤال على بعض المشاريع المتلكة وتكلمت معاك بصراحة قلت لك أكو مشاريع مثل محام لألفين وثمانية ما كانت أكو جهات رقابية نيابية ما كانت أكو جهات رقابية تنفيذية زيان من ألفين وثمانية وفي وقت الوفرة المالية ليش ما تابعتوها مثلا إلى حد الألفين وعشرين وتجد المشروع مندثر ومتلكم لا تزال هناك إمكانية على متابعة هذه المشاريع عدكم أنتم الآن في مشاريع يعني فيما يتعلق بدور مثل ما تفضل زميل السيد الناب احنا كجهة رقابية تشريعية موجهة تنفيذية في دور كجهة رقابية تشريعية راح أتابع بدقة كل المشاريع التي تحال والمزمع حالتها سيادة النائب واش وقت لا لا احنا طيب خلينا أنتقل إلى تقييم ما تفضل به سيد المحافظ أنه سألت وفق هذا الواقع البيانات تذكرتها من خطة الفقر هو قال طرح خطة إذا تابعت مفرداتها أنه التواصل الوزارات العمل والشوء الاجتماعي وغيرها تعتقد هذا الخطة كافية لا لا أكيد يعني احنا بالنسبة أنا بصراحة إذا ما استضافر كل الجهود كل الجهود الموجودة في المحافظة إن كانت حكومتها محلية وحكومة مركزية وكذلك البرلمان ممثل محافظة ذيقار تتوحد كل الجهود وتركز في مجال خدمة الناس خدت من مواطن بصراحة هناك فجوة كبيرة جدا بين الناس وبين الحكومة المحلية وكذلك المركزية وخاصة في ذيقار مثل ما تفضل بسبب هاي التراكمات تراكمات مو وليدة الساعة هي تراكمت منذ سنين طويلة معالجة هاي التراكم احنا شخصنا كثير من المشاكل نحتاج أن نضع معالجات ومعالجات حقيقية الآن أنت جنابك مقدم إعلامي في قناة محترمة وطنية أنت تقول أنت الآن تعتقد بأن هذا الكلام صوري وتقول ما زالت كلها وعود كلامك الآن وهذا ما افتهمه من خلال فحوة حديثك احنا بصراحة يعني ساعين وبجهود استثنائي يعني هناك بعض المشاريع موجودة لا أنكر ليست بمستوى الطموح وكنا نطلع على أمور أفضل ولذلك أنا شخصيا يعني أشد على إيد الحكومة التنفيذية يعني دكتور الآن من خلال الكلام هذا الواقع المزري ما أكو خطط واقعية تستهدف المشاكل أخذ نظر اعتبار تظاهرات الضغطة حتى تهد الناس تزاد مشاكل محددة بخطط ومعالجات محددة شو مشكلتنا بشكل عام يعني مثلا سطرحنا فكرة السيد النابد تكلم حن قرار مجلس الوزراء بما يتعلق بالصندوق يعني إحنا الآن فكرة عدنا بترو دولار مثلا ممكن هالبترو دولار يصرف بشكل حقيقي واقع يكون على الأقل التقادير بالشهر للمحافظة خمسة مليون دولار خمسة مليون دولار هذا يستمر بشكل بعيد عن موضوع التسويف والمماطلة وكذا أنا أعتقد رح يقل نقلة نوعية مع الموازنة التي ترصد وبصراحة هذا أقول لك اليوم ما يتعلق بالعراق بشكل عام في تحريك البنية الاقتصادية لن اعتمد أخي على القطاع الحكومي القطاع الحكومي ما يقدر يتحركنا خطوة نحو الأمام خلنا نتوجه نحو القطاع الخاص يعني السيد المحافظ معني على أنه يستقطب الشركات العالمية تمتلك كوالتي عالي قادرة على أنجاز مشاريع يصنع رؤية تشويقين الشركات في واقع الناثرية الحالة صحيح خليني بهذا الموضوع حتى أقول لك نحن في قناة العراق قناة العراق أنا أقول على رئيس الوزراء نعم بالأول على رئيس الوزراء أول نقطة أساسية حتى تنطلق الخدمات بشكل واقع في محافظة عليها أن يعيد هيبة الدولة في الناصرية خليه يعيد هيبة الدولة يعيد هيبة الدولة بحيث يكون القانون محترم والموظف محترم والمواطن محترم بالتالي كل الأمور تجي هيبة الدولة ما في دولة احنا بصراح عدنا بالناصرية ما عدنا في شيء اسمه يعني احنا عدنا نظام مبني على أساس الاحترام والعراف لما تقول يعني حقيقة يعني أكثر من مقال قرأت أنه لما يقصدون الساد النواب هيبة الدولة يقصدون التظاهرات لا لا قطعا لا لا خلنا بيلك صورة التظاهرات نحترمها وكنا نحن كنواب ذيقار أول المؤيدين للتظاهرات ولكن التظاهرات السلمية المبنية على أساس المطالب الحقي تظاهرات لما تستهدف المال العام ولا تستهدف المال الخاص ولا تستهدف هاي كلها محترمة ومقيمة بتظاهرات أريد أنتقل للسيد العميري هذا الموضوع شلون تفكرون وتخططون حتى تعيدون المتظاهري لبيوتهم مقتنعين المتظاهري لتخدمات المتظاهري شلون يعني يبدو أنه ماكو خطة أوكي تقيبا على كلام زميلي نعم أعتقد الكلام الدبلوماسي لا يقدم الشارع ولا يقدم أي شيء للشارع يجب أن نحمل كل جهة أنا لم أحمل المسؤولية كاملة على دولة القانون لكن حكم المدة الزمنية التي حكمت بها دولة القانون المحافظة وحسب قانون المحافظات بأن المحافظ هو المسؤول أو رئيس وزراء المحافظة من منطلق هذا أنا علقت على هذا الشيء ثاني فيما يخص التظاهرات فأعتقد التظاهرات نعم قوة العراق أو قوة تظاهرات العراق تكمل في تظاهرات ذيقة شلون تعيدونهم لبيوتهم نعم نعم أعتقد هناك من لا يريد أن يعيد هؤلاء المتظاهرين أصحاب المطالب الحقة وهم الأغلبية بل عم الأغلب إلى بيوتهم هناك أطراف الحكومة العراقية الحالية تريد أن تبقى الناصرية على ما هو عليه ناصرية اللا دولة ناصرية اللا قانون ناصرية الفوضة نقدر السطر وهناك أفراد مشخصين موجودين داخل الحكومة العراقية سواء كان في مكتب رئيس الوزراء أو في بقية الهيات والوزارات يرغبون بأن تبقى ذيقار كما هو عليه وأعتقد قوتهم تكمل في بقاء في انحراف التظاهرات عن مسارها الصحيح لذلك تجد أن هذه التظاهرات الموجودة في ذيقار البعض منها استغلها من أجل في مقابل ذلك أكو خطوات اللي هي خطوات إلها علاقة بالخدمات خطوات إلها علاقة بالرفاق خطوات إلها بالواقع الصحي وحضرتك على نصيق بالواقع الصحي يفترض هذه الخطوات نعم هذه الخطوات لا أتكلم عن الواقع الصحي أول مناعات العمل في المستشفيات التركية والألمانية منذ حيلة هذه المشاريع هو دكتور رايب العميري وبعلم الوزارة السابقة برئاسة دكتور علاة الدين علوان وبعلم الوزير الحالي دكتور حسن فيما يخص مجالي أما كذلك قد وصلت إلى مرحلة بأن أأتي بالكثير من المشاريع التي تقلط في مجال الصحة وأعتقد ليس كلام فقط وذكر السيد المحافظ كان الدور الكبير لدكتور رايب في جلب مستشفى للأورام باشرة الأخوافية العمل به إن شاء الله وهي المشكلة هش وقت يخلص العمل خلينا أنتقل في فضاء دقيقتين سيادة المحافظ للتعليق على كيف يمكن إعادة المتظاهرين قانعين إلى بيوتهم ما هي خطتهم لهذا الموضع في فضاء دقيقتين سيادة المحافظ نعم تعقيباً قبل ذلك على كلام السادة النواب الحاضرين أمام جنابك الحقيقة للفوضى معيار وأبعاد والآن محافظة ذيقار أنا أحب أن أطمنك وأطمن كل اللي شاهدون البرنامج بأنه الدوام مستمر في محافظة ذيقار والطرق مفتوحة وسير أعمال الناس بشكل دقيقي على قدم وساق وليس هناك مخاوف والناس تجوب الشوارع بارتياح إلا أن هناك حالات متناثرة تحدث بين فينا وأخرى هذا لا يعني بأن هناك فوضى عارمة أو أنه لا يوجد هناك قانون في المحافظة ودوائر مستمرة في عملها وكل شيء مستثب إلا أن هناك خروقات أمنية تحدث جراء بعض العابثين سعة الدولة صدرها كبير من أجل استيعابهم ووضحهم على الطريق الصحيح أما الأعم الأغلب لصفة التظاهر هو الصفة السلمية المتظاهرون يحضرون أمامنا في ديوان المحافظة نتحاور معهم وهم أخوة ونبلور عمل المحافظة وليس هناك خجوة لإعادة المتظاهر راضا إلى بيته أعتذر على مقاطعتك لأنه أنا مضطر أختم أعزائي المشاهدين وأشكر بختام الحلقة ضيوفي الكرام دكتور وليد سهلاني رئيس الجنة الخدمات والإعمار عن تحالف الفتح وسيد النائب ناظم الوائلي عن محافظة ذيقار وسيد محافظ غايب العميري العفو النائب غايب العميري رئيس الجنة أضل جديد صحيح وأشكر السيد المحافظ ناظم الوائلي كان معي محافظة ذيقار وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وهذه دعوة لمتابعتنا في الحلقات المقبلة من برنامج المحايد اشتركوا في القناة